من بنى لله مسجداً بنى الله لو بيتاً في الجنة لكن شتان بين بيت هذا والبيت اليضي في الجنة وهكذا من ساهم في بناء مسجد ولو بالاستشارة ولو بالخبرة ولو بالمتابعة والمراقبة قالوا في واحد من زمان أيام المساجد كانت ابنى بالطين أراد أن يبني مسجد فوكل ولده بمتابعة أمور المسجد من زمان من مساجد الطين مرت عجوز وشافت الوضع فصنعت زنابيل من الخوص زنابيل وجاءت بها حطتها عند هؤلاء وهم يبنون قالت حتى تنقلوا فيها الطين تنقلوا أنتم تطلعوا للبناء حطتها وراحت بعد ما بني المسجد حدثني بالقصة واحد من كبار السن قال اللي بنى المسجد شاف في المنام أن له بيتا قصرا عظيما يعني في الجنة ووجد مقابله قصرا آخر في المنام يسأل ذاك قصر هذا إيش؟ قالوا هذا قصرك بالمسجد الذي بنيته قالوا هذا قصر من؟ قال هذا قصر العجوز وقام من النوم من العجوز؟ راح يسأل ولده يقول يا ولدي أنا تكفلت بالمسجد من إله من اللي ساهم؟ في أحد ساهم معنا؟ قال لا قال تذكر في أحد شارك معنا في دفع في أحد دفع شيء قال ما في أحد دفع شيء قال إيش العجوز عجوز عجوز؟ فالولد تذكر قال أيوة ما في إلا عجوز جاءت راحت صنعت زنابيل من خوص وجاءت حطتها عندنا ونحن نبني قالت هذه عشان تنقروا الطين تطلعوا اللي يضع حيلته في الشيء خرص هذا اللي عنده هذا اللي عنده هذه حيلتي يا رب الله يعطي الله كريم كريم